من دول أوروبية؟ أرجع أقول أنه لا أقول أن هناك اتفاق فعلي ولكن نعم هناك مصالحة والمصلحة الأهم هي أن تفرغ المنطقة من المسيحية من العنصر المسيحي الموجود هنا منذ آلاف السنين والذي هو مكون أصيل وحتى قبل المسيحية أبناء سوريا من السوريان الآراميين الذين بنوا سوريا وثم اعتنقوا البسيحية وبعد إذن البعض منهم اعتنق الإسلام أيضا وبين السوريان وسوريا الاسم يعني اختصار فدمشقيا المدينة الآرامية السوريانية الأقدم في العالم التي ظلت مأهولة استمرار فإذن هي مدينة آرامية يعد تاريخها إلى أكثر من 1200 عام قبل المسيح موجودة في كتب التاريخ ودمشق اسمها اسم سورياني آرامي له علاقة بنهر بردة الذي يسقيها دار مسوق الدار المسقية السورياني فوجودنا هو وجود طبيعي ولكن كان هناك بالتأكيد غراءات بسبب الحرب أن ينقل كرسي إلى مناطق أخرى ولكن نحن أثرنا أن نبقيه هنا لأن هذا مكانه الطبيعي وهو من داخل سوريا وهو ما ستتحدث عنه سيدنا ومن ثم سنتوستع به بدور الكنيسة في الخارج بالتأكيد كنيسة نسريانية هي كنيسة موجودة في كل أنحاء العالم هناك الملايين من السوريان الموجودين في كلها أكبر جالية لنا موجودة هي في الهند ما يقرب الأربعة مليون وهناك بحدود المليون في أمريكا اللاتينية وهناك الجاليات الكبيرة في أمريكا الشمالية وفي أوروبا بشكل خاص السويد وألمانيا مثلا في السويد هناك حضور سورياني قوي جدا ليس فقط من ناحية العدد أكثر من 150 ألف سورياني ولكن هناك اليوم عندنا وزير في الحكومة السويدية سرياني وعندنا خمسة نواب في البرلمان السويدي وجودنا في سوريا يجب أن يتعزز بإعطاء الفرصة لنا لكي نكون من المشاركين في بناء سوريا سياسيا اقتصاديا علميا ثقافيا حضاريا نحن نتميز عن غيرنا بلغة سوريانية التي نتحدثها في البيت وفي الكنيسة وفي الشارع وفي المدرسة هذه اللغة السوريانية التي هي اللغة الآرامية بتسميتها الجديدة جديدة يعني منذ أيام السيد المسيح منذ ألفين سنة هذه جديدة هذه اللغة السوريانية هي لغة سورية صحيح ويجب أن تجد مكانها في المجتمع السوري يجب أن يعترف بها كلغة وطنية لا أقول لغة رسمية لغة ولو لكن يجب أن يشجع تدرس اللغة السوريانية في مدارس ليس فقط في المدارس الخاصة التي تديرها الكنيسة ولكن في مدارس الدولة أيضا فالإنسان يجب أن يفتخر بتاريخه وبحضارته كانت اللغة السوريانية يوم من الأيامية لغة الشرق الأوسط كانت مركزه كان مركز اللغة الإنجليزية اليوم في العالم بها كان يتحدث ويتفاهم مواطنون من مختلف الدول